السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصدقائي فيما كنتم مرحب بكم في شرح مصور جديد. لكن اعرضو لكم بطبيعة الحلقة لقناة سلسة تلقاء مع الموجه. اليوم قد نهضروا الى الانسي جي والله المدارس الوطنية للتجارة والتسهيل لك هنا في مجموعة هذه الموديل المغربية. لذلك حاولوا انكم تشوفوا الفيديو من لوحة الاخر باش انكم اتخذوا فكرة عامة حول الموضوع. وقد نشرح لكم ان شاء الله تعالى المذكرة. المنظمة. بهاد المباريات ديال المدارس الوطنية التي جرى وتسير. وما تنسوش كذلك انكم تشوفوا الفيديوهات اللي حديث لكم بخصوص من جموعة ديال المدارس والمعاهد. لي بطبيعة الحال كتهمكم جموعة ديال الاشياء الاخرى. لي بطبيعة الحال ممكن لكم انكم تستفيدوا منها. اه كانت من لكم حظ موفق. ولكن تدي الزيارة ديالكم الاولى. الاولى. عفوا لقناة سلسة لقاء مع موجه. فحاولوا انكم تأبونا فلانشين وتفعلوا الزر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات. ان شاء الله تعالى. نو قاعدين مشيوا مباشرة المذكرة اللي تحتاط بخصوص اه المدارس الوطنية للتجارة وتسير. وبطبيعة الحال هاد المذكرة فهي كتهم اه السنة الجامعية الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين يعني السنة القادمة بحاول الله. هذي مذكرة وطبع حال فهي كتصفت السيدة والسادة رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسة الجامعية. بالاضافة كذلك الى مديري الاكاديميات الجاوية للتربية والتكوين. باش ان هم اخبروا جميع التلاميذ التي اقربوا بالسنة الثانية باكالوريا. بهاد الموضوع المتعليق بالالتحاق ومدارس الوطنية للتجارة وتسير. وكما كتعرفوا بان هاد المدارس الوطنية للتجارة وتسير. فهي كينا في مجموعة دي المدينة المغربية. كينا في اقادير سطاعة طنجة ضلبيضة مراكش وجدان قنيطرة جديدة فاس الدخلة بني ملال وكذلك مكناس. وهذا الجودة ده بطبيعة الحال فهي كتضمن مجموعة دي المعلومات المتعلقة بطبيعة الحال باهداف دي التكوين الخصوصية دياله لمدة ديال الدراسة والشهادة الممنوحة كذلك وعدد المقاعد والشروط والاجراءات الخاصة بالترشيح. وكذلك تاريخ ومراحل اجراء المباراة والاعلان على النتائج بطبيعة الحال. وكي ما كتعرفوا بان هاد تخصوح النسبة دي لخمسة في المية من عدد المقاعد بطبيعة الحال. المحددات السنة الاولى لكل مؤسسة والطلبة الاجانب لغير المقيمين في المغرب. بطبيعة الحال من سينيغال موريتانيا. من كوديفار. من دول اخرى من غير المغرب. يعني هما لكي تخصوح النسبة ديال خمسة في المية من عدد المقاعد. وبطبيعة الحال ممكن هذه النسبة تبدل الى اقتضل الامر. بطبيعة الحال. وغادي تقوم الوزارة بوضع واحد الاشعار. اه باش يبهينوا وهاد شي كان مطبيعة الحال. اه بنسبة للطلبة الاجانب ليساكن يديها في المغرب فكي كتسريع لهم جميع الشروط والاجراءات مطبيعة الحال اللي كتسريع لها جميع طلبة وللتلاميذ المغربة مطبيعة الحال. وضونك اه احنا لي كيهمنا بطبيعة الحال هو انه غادي مشي والاهدف تلك تكون الخصوصية دياله. كما كتعرفوا بانه المدارس الوطنية بتجر وتصير اصدقائي. فالي هكا تهدف انها تكون مجموعة ديال الاطور اللي اهلا باش انها توفر على مجموعة ديال الخبرة التقنية العالية. لغا تمكنها فيما بعد باش انها تكيف مع المتطلبات ديال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية وكذلك الجياوية. وكي اه تامد كذلك هاد تكوين بهاد المدارس الوطنية التجارة وتصير على واحد نظام بداغوجي جديد حديث كي يتم في اه ذات الوقت بيتلقيين مجموعة ديال المعارف والمهارات وكذلك تلميات اه الشخصية ديال التلميذ والذيال الناس اللي كي يقرأوا في هاد المدارس الوطنية التجارة وتصير. وبطبيعة الحال هاد اه التكوينات فهي كتعطي واحد الاهمية خاصة المجموعة ديال التقنيات المختلفة بطبيعة الحال في التجارة وتصير وكذلك المعلوميات والدراسة الميدانية والتداريب وكذلك اضافة الى اللغات والتواصل يعني اه اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية الى غير ذلك. غادي ندوزوا دابا العدد لمقاعدة. غادي سهولوني ساعد كيش عشنا ممال مقاعد لك اني. غادي نشرحهم لكم هنا كما كنتشوفوا مجموعة ديالالارقام. ممكن مجموعة ديالنس ديالكم غادي مجموعة ديالنس غادي يفهم. ممكن الناس خرين ما غاديش فهموا. انا غادي نشرحهم لكم وحدة بوحدة. بالنسبة المثال من كيقولك هنا. السنة الاولى مثلا. هنا الاجتماعية السنة الاولى ماخصتة لها خمسمائة ااة مقاعد. yakni هناك يهدروا على المقاعد. خمسمائة مقاعدة من نسبة المدينة protections خمسمائة مقاعدة من نسبة الطنجة. خمسمائة مقاعدة. خمسمائة مقاعدة من نسبة ضلب داع قنيت. ترة المرحلة ترة المرحلة تاتمائية وثمانين مركش تeteemية وعشرين. وفاس ت determinant. I آآ وجدة مئتين وتمانين جديدة مئتين وتمانين الدخل ميتين آآ بني من الميتين مكناس مية هادو كاملين فخاصين آآ بالناس ديال الباكالوريا يعني دووك الناس التي قرأوا دربة في الباكالوريا ودفع ديه متل اذا فعدي مثل الاقادير فاقادير غاصينهم ولو يزو خمسمائة وواحد تفعدي الطانجة فغدي يزو خمسمائة واحد فاقدي الضلبية فادي يزو خمسمائة واحد. بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة الناس دي اللي بك ما عندهم شي لحقية فعليها. الناس اللي عندهم من حقية فعليها غادي نتعرفوا عديم هم الناس اللي عندهم مثلا لبيتة اس ديوتي وشي ديبلوم اخر اللي كي يعادل ديبلوم من ها الديبلومات اللي قلت لكم وغادي نهضروه بالتفصيل على هادي الديبلومات كاملين. يعني المجموع دي المقاعد اللي غادي تزوم المدرسة الوطنة التجارة وتصير دي هي 620 مقاعد. المجموع دي المقاعد اللي غادي تزوم مدرسة الوطنة التجارة وتصير هي 620. نفس الشيء كذلك في سطاة تضل بيضاء. قنيت غادي تز 500. قنيت مراكش عافو غادي تز 400. 420. فس غادي تز 415. وجدة غادي تز 395. والجديد عندنا كذلك الدخل غادي تز 275. عندنا بني ملا غادي تز 250. عندنا مكناس غادي تز 140. المجموع دي لها تشي كامل بين السنة الاولى والسنة الثالثة والسنة الرابعة. فهو 5250 مقاعد بطبيعة الحال. غادي تنجو زول دابا لواحد الحاجة اللي بجزاف ديونس كي يسوروا عليها. وهي المتعلقة قبل مدة ديال الدراسة. والشهادة اللي غادي نحصل عليها من بعد ما نكمل الدراسة ديالي بطبيعة الحال في المدارس الوطنية التجارة وتسير. كما كتعرفوا بان المدة ديال الدراسة في الانسي جي فهي كتستغرق خمس خمس سنوات مقسمة على عشرة ديال الفوصول. يعني هاد خمس سنين فكل سنة فيها جو ديال الفوصول. وغاديها كحتها كتكمل عشرة ديال الفوصول. ومن بعد ما كتكملت خمس سنين قبل طبيعة الحال كتحصل على الديبلوم اللي كيتسمى ديبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسير وكما كتعرفوه بطبيعة الحال فكتشكل الفصول الاربعة مثلا الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث والفصل الرابع فهي عبارة على واحد الجدع مشتركة وهي كذلك بمثابة فصول تحضيرها للدرسات العليا في التجارة والتسير وكيشكل كذلك الفصل الخامس والسادس يعني السنة الثالثة واحد الجدع مشترك لتحديد الاختيار يعني من بعد كيعطيك واحد النبدة كيعطيك واحد الفكر عامة اللي كتمكنك فيما بعد باش انك تحدد وتختار المصار اللي غد تولجو فيما بعد بالنسبة الفصل السابع والثامين يعني هنا كن هادروا الى باك بلوس كاتر يعني الناس ديال اللي عندهم الاجازة متلا فلافك متلا ممكن لهم انهم يدفعوا الفصل السابع والفصل الثامين باش انهم يقرؤوا العام الرابع وكذلك العام الخامس واما الفصل السابع والثامين والتاسع فهي مجموعة ديال الفصل اللي متعلقة بطبيعة الحل بالتخصص يعني كتوليك متخصص ويخصص كذلك الفصل العاشر يعني السنة يعني السنة الخامسة وطبيعة الحل والسومستر يعني الفصل العاشر فهو عبارة على واحد دريب اللي كتقوم به وكتقوم باعداد واحد المشروع ديالنهاية الدراسة اللي كتسمى بشأنك تناقشو وانك تحصل على ديالك ان شاء الله تعلم بعد ما تقوم بالاستفاء ديال جميع الفصل ديالك وطبيعة الحل وهذا اه وتنظم الدراسة بطبيعة الحل المدارس البطنية التجارة وتسهيل في مسالك تكون تالية يعني كلم جموعة ديال المسالك اللي اه بطبيعة الحل كينا وغالي تقرأها ان شاء الله تعالى من بعد ما تولجوا هذه الدراسة ومن ضمن هاد المسالك ديال تكون بطبيعة الحل عندنا التجارة الدولية التسويق والعمل التجاري الاعلان التجاري والتواصل تدبيع العلاقة مع الزبناء التدقيق ومراقبة التسيير عندنا التدبيع المالي والمحاسباتي عندنا التدبيع الموارد البشرية عندنا التدبيع اللوجيستيكي عندنا ادارة الاعمال عندنا تقنيات التأمين والصرفة والمالية وعندنا كذلك التسويق الرقمي بالنسبة الى اضافة الى هذا الشيء كامل فخصكم ضرورة تعرفوا واحد الحاجة اللي هي مهمة كذلك وهي المتعلقة بالتدريب يعني تكونوا اه جوز ديال التدريب تقريبا تكون واحد تدريب لهو اه للاستعناس غادي يكون في الفصل السادس يعني في السنة الثالثة وهدي يكون واحد التدريب ديال للتعمق بطبيعة الحال غادي يكون في السنة الاخيرة يعني في الفصل الثامن بطبيعة الحال باش انكم اه تحصلوا على المشروع ديال النهاية الدراسة غادي يكون في المجموع ثلاثة ديال التدريب الى جانب التدريب اه بطبيعة الحال اللي غا تقوم به بطبيعة الحال في الفصل العاشر يعني كن تدريب في الفصل السادس التدريب للتعمق كن في الفصل الثامن وتدريب ميهاني على مدى فصل كامل يعني باش انك بطبيعة الحال تقوم بإعداد واحد المشروع ديال نهاية الدراسة. بطبيعة الحال كينين مجموعة للمسالك المعتمدة. يمكن المدارس الوطنية التجارة تصير فتح مسالك جديدة بعد اعتمادها خلال دورة الفين وعشرين. يعني ممكن تزادوا تكوينات جديدة الى غير ذلك. تتصفط الوزارة ومن بعد الى وفقة عنهم الوزارة يتم الاعتماد عليهم. وكذلك الى كانت تحتاج شيئا جديدا لقد تلقاوها في الموقع ديال المدرس الوطنية التجارة وتصير ديال كل مدينة يعني متلا اه اقدير عندها عندها اه انسي جي ديالها ديال مكنها استاهية ديال قنطرة الرباط الى غير ذلك. دونك اه عندنا كذلك حوى يجغل اللي هما مهمين وغادي تسورني شنو شكون هما الناس اللي عندهم الحق ان هم يتشجلوا متلا في اه في الانسي جي يعني باش انا كتولج السنة الاولى الديبلوم ديال المدارس الوطنية التجارة وتصير بطبيعة الحال. فغادي يخصك انك تكون بعدها حامل واحد شهادة البكالوريا اه يعني ديال الفين وعشرين الفين وعشرين ولا تكون حاصل على شهادة ديال البكالوريا. في طبيعة الحال اه ديال هاد السنة يعني الفين واحد وعشرين الفين وتنين وعشرين ديال العام فيت كاتسمة الفين وعشرين الفين وتنين وعشرين. ديال هاد العام ذا باللي الناس غادي تخرجوا ليم يا غزولتها غضا. و في بطبيع الحال بان سأتسمى 2022 2021 2022 و ض ريئي جسد تكون حصل عليها بشعبة من الشعب التالي انا انها شعبات العلوم القتصادية و التدبيع انا تكون بشعبات القرابية مسلك العلوم الفيزيائية مسلك العلوم حياة الارض مسلك العلوم الزراعية وعندنا كذلك السلك ديال الباكالوريا المهنية وهناك ننظر على ربعات ديال المسالي اما تكون حاصل على هاد الباكالوريا المهنية في مسلك ديال التجارة ولا مسلك ديال المحاسبة ولا مسلك ديال اللوجيستيك ولا مسلك ديال تسير والادارة آآ غد ننظر على واحد النقطة اللي هي مهمة بنسبة الناس اللي عندهم ديبلومات مثلا اا ديال الدوك ولا الديوتي ولا البيتتي اس وبغي يولجو وبغي يولجو بطبيعة الحال لمدرسة الوطنية الى التجارة وتسير فعندهم الحق انهم يولجو اا وغادي يقرؤ دير يكتمو عادي يقرؤ في الفاصل الخامس والفاصل السعديس باتبار انهم احسابوا اهم اولا يقرؤوا بطبيعة الحال في lafaq ولا قرؤوا في المدرسة سترى وتتجارى وتتسير ولا قرؤوا في البيت داعث وبطبيعة الحال سيقوم بطبيعة الحال ويكملوا الدرسة هم مباشرة في الفصل الخامس بطبيعة الحال عندنا كذلك بالنسبة للناس اللي اعطي قروا في الاقصام التحضيرية فحتى هما عندهم من حق انهم يولجوا لهذا المدرسة ديال التدبير مدرسة الوطنية التجارة والتسيير وبطبيعة الحال ضروري انهم يكونوا قروا في المسلك ديال الاقتصاد والتجارة بطبيعة الحال ومستوفين ديك سنتين كاملتين اللي يقرواها في الكلاس بخباطة واقع باش انهم بطبيعة الحال يحصلوا على ديك الشهادة ديال الاستحقاق لك التلماء اصداروه تكون عندهم ديك باش انهم ممكن انهم يدفعو كذلك لهذا المدرسة الوطنية لتجارة وتسير وبطبيعة الحال غاضي تحدد جميع الاجراءات الخاصة بالترشيح لولوج الفصل الخامس للمدرسة الوطنية التجارة وتسير من طرف المؤسسات المعينة وتنشر بمواقع الالكترونية يعني غاضي احطوا واحد الاعلان خاص لطريقة تشهيل بطبيعة الحال باش عندكم توجهوا الانستيجيك ديالشي مدينة اللي انتم ما بطبيعة الحال بغيتوه يعني يخصكم تبقوا دخلوه ليسيت ديال هالليزين سي جي لكيني في المغرب بطبيعة الحال غاضي نشوفو دابا الولوج ديال المدرسة الوطنية تجارة وتسير على مستوى الفصل السابع يعني دوك الناس متلا لعندهم الاجازة وبغاو يدخلو الفصل السابع مباشرة هادو رادوك الناس اللي هم محاملين الاجازة بطبيعة الحال في الاقتصاد او التدبير بطبيعة الحال وهنا هاتش بطبيعة الحال فكي تسمع نظام الجسور ولا باش انهم يدخلوا بطبيعة الحال وبنسبة الاجراءات فبطبيعة الحال هي تحددها كلها مؤسسة وغاضي يتلقوا كل شيء هادشي بطبيعة الحال في الموقع ديالهم عادي نشوفو دابا الاجراءات الخاصة بالترشيح لولوج السنة الاولى بطبيعة الحال لديبلون مدارس الوطنية التجارة وتسيري يعني دوك الناس اللي كيني في الباكالوريا عشنو خصوم يديرو باش انهم بطبيعة الحال يدفعوا لهادو المدرسة ديال الوطنية والتجارة وتسيري كما كنتعرفو راكين واحد البلاتفورم خاصة بالمدارس الوطنية تجرى وتسير وفيها فاش اه فاش كتقوموا بهاد اه الاجراءات كاملين ديال اه المباراة ديال الولوج اللي هي طافين بوان امأة وكتكون بطبيعة الحال واحد الفترالية محددة خصتكم ضروري انكم تشجلوا فعلا ما تشجلتوش فيها اه باي باي يعني ما عندكمش الحق انكم تشجدون بعد وما عندكمش الحق انكم تديرو استعطاف وما عندكمش الحق انكم تطلو حتى بشي حاجة الوقيته اشنا هي الوقيته هي من جمعة فاتح يوليوز يعني نهر الجمعة احتين نال ربعة عشرين يوليوز يعني عندكم عشرين يوم باش عندكم تقوموا بالترشيح ديالكم وهذا تيقول لك هذا ويجبوا على كل مترشيح خلال هذه الفترة ترتيب المدرس يعني عندنا اثناشر مدرسة خصكم ترتبوهم يعني مثلا انا ولد اقادير غادي ندير اقادير يالولا ندير مركشية التانية ندير مكناز مثلا يالتالتة مهم انك انا نعطيكم كنت مثلا انت مثلا في سطات غادي ندير مثلا انا سطات هي اللولة اما كيعطيهم لكم تختاروا يعني كترتبوا اللولة مثلا انا بتهادي 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 بطبيعة الحال اه كالطمح لهم يعني الى دز اه 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 الى عشرين اه يوليوز فما بقش عندك الحق انك بطبيعة الحال تختار شي حاجة ولا تغير شي حاجة اه كذلك اه وتجدروا الاشارة الى ان عدم اختيال مدرسة يعني لما اختارت حتى شي مؤسسة من هذه المؤسسات فكي اعتبروا هذا بانه او انتارا ما بغيتش تتم دراسة ما بغيتش اه تلتاح اختبش مدرسة وهذه الشراء غادي تم وهذه الشي غادي تدي دي لك تمر الاقصاء ديالك من الولوج ديالها رغم اجتيازه لالاختبال الكتابي بنجاح يعني لما اخترت حتى شي مدرسة ومرتبت يومش واخد دوزك الاختبال الكتابي فما غاديش يتعتبر هذا نجاحا وغادي تم الرفض ديالك بطبيعة الحال اما بالنسبة للمطار الشيح الحسن على باكالوريا اجنبية فيتعين عليهم ايداع نسخة من هذه الشهادة وطبيعة الحال وهذا كان على الباكالوريا الاجنبية وكذه نقاطهم واستمراط Adventures in kiedy relief a ونسخة البطاقة التعليف الوطنية في اقرب مدرسات وطنية تجيرها تسير يعني يقدرون ان يضحوا واحد الاستمرار ديالك trên eles ونسخة كذلك من بطاقة التعليف الوطنية ديالهم في اقرب مدرسة وطنية الاتجارة تسيري اه بطبيعة الحل. وذلك قبل الخمسة عشر يوليوز الفين اتنين وعشرين. اه ويتم القبول النهائي ده بغادي ان تعرفوا شو الناس اللي غادي يتم القبول ديالهم في احدى اه المدارس وطن التجارة كثير. اه ما دوق الناس اللي دازوا بداف الانتقاء التمهيدي بطبيعة الحل. يعني هنا غادي اركزوا الى واحد الحاجة اللي هي مهمة وهي الاستحقاق وكذلك على نوع البكالوريا وعلى المعدل المحصل عليه ولا اللي كي يحسبوهم وبالطريقة ديالهم التالية. يعني كتقص واحد نسبة ديال خمسة وسبعين في المياه من المعدل العام ديال النقاط المحصل عليها في البكالوريا. اه وكذلك واحد نسبة ديال خمسة وعشرين في المياه من المعدل العام ديال النقاط المحصل عليها في المنتحة الجهاوز السنة الاولى لسلك البكالوريا. يعني الجهاوي كي يحسب عندك ذلك وسيتم الاعلان على النتائج اه ديل هاد الانتقاء وطبيعة الحال نار ستو عشرين يوليوز الفين وعشرين عن البواب الالكترونية الخاصة اللي هي طافين بوائما ويتعين على كل مترشح تم انتقاه يعني منك تدوز من هاد الانتقاء التمهيدي وطبيعة الحال اه خصيك طبع تيك البطاقة ديل الاستدعاء باش انك تدوز الخطيبة الكتابي اللي غدي تلقاها بطبيعة الحال عن البواب الالكترونية اللي هي طافين بوائما وتحتوي بطبيعة الحال هاد البطاقة المعلومات المتعلقة بيك والمتعلقة بالمركز ديل الاختبار بطبيعة الحال وكذا هدوك الوثيق اللي ضروري يخصك انك تجيبها معاك من اللي تبي تدوز الاختبار بطبيعة الحال منسبة الاختبار اه الكتابي بطبيعة الحال فهو غادي يخص اه دوك الناس اللي يتم الانتقاء ديلهم وهدي يكون على شكل كود كو سي ام يعني واحد الاستمارة متعددة الاختيارات هي كتختار مبلش انك بطبيعة الحال اه تتقبل في التكوين في التجارة والتسيير اللي كي تسمى طبيعة الحال هادا اختبار ديل الطافي ام وهاد الشيرة غادي يتم تنظيم ديلهم بطبيعة الحال نهار اه لخميسة مئة عشرين يوليوز وبطبيعة الحال كما ستتمو مراعة القرب الجغرافي اه في تحديد مركز الاختبار الكتابي المبين في بطاقة الاستدعاء وذلك حسب الاستيقاء يعني دوك الناس اللي دانسو في الانتقاء الاولي فغادي يحاول يشوفو اليوم اقرب مركز اللي ممكن اليوم انه يدوزو فيه بلا ما يمشي يدوزو من مدينة لمدينة بطبيعة الحال ويتعين على كل مطار الشيح الحضور الى مركز الاختبار الكتابي مرفوقا بطاقة الحال بطاقة الوطنية ديالو وبطاقة استدعائه لاجتياز الاختبار وبطاق الحال فالبطاقة الوطنية كاتبنا لكمerta وكذلك بطاقة الاستدعاء فهي بطاقة الحال كالتعتبر اجبارية باش انك تدوز بطاقة حال الاختبار الكتابي وآتماJS لدينا إلا علي الملمين بذلعبذ الحال ان نتائج بطبيعة الحال يتم الاعلان عنها بμεطبيعة الحال يوم 01-22 بصفهوم نهائيه الانتظار بن طبيع الرسمية يعني هو بصد半 الن surgeries كيبنة على المقدار للتتخلف وكذلك حسب الاختيارة دي الناس اللي يزفعوا طبيعة حال لمدارس الوطنية التجارة وتسير. وكذا عن المطرشيحين المستجالين في لائحة الانتظار غادي يتم الاعلان عليها حتى اياه كذلك في البوابة الالكترون الخاصة بالمباراة. منسبة لاجراءة ديال تعيين المطرشيحين المقبولين. تعمل عمليات التعيين المطرشيحين المقبولين في المدارس الوطنية التجارة وتسير. على المعايير التالية. غادي اه يختاركم وغادي يعينكم طبيعة الحال في المدارسة انتم ما تقبلتم فيها. اه بناء على درجة الاستيحقاء. وعلى النتائج اه ديال الاختبار اه ديال القبول تكون في تسير اللي هو الطافل. وعنا كذلك الترتيب ديال الاختيارة ديال المطرشيح. دق اتناعشر اه مندارسة طبيعة الحال اللي قام بها اثناء العملي ديال التجارة الترشيحة على البوابة الالكترونية. عدد المقاعد المتغفرة بطبيعة الحال في كل مدرسة. وبطبيعة الحالة كانت واحدة حاجة اللي هي مهمة وسيتم التجيل النهائي في المؤسسات اه في الفترة المحددة لذلك عن البوابة الالكترونية. يعني دو النس يتقبلون فضروري انهم يتجلوا على سواء على البوابة الالكترونية ولا عبر المواقع. ولا المواقع الالكترونية ديال المدارس الوطنية. للتجارة وتسير ولا المدرسة الوطنية للتجارة وتسير اللي هو بطبيعة الحال تقبل فيها وضغهم جيل لها. وغد يتم التعويض ديال كل واحد كان في لائحة اللائحة الرسمية وما يجعش بشي واحد اخر اللي كان في لائحة الانتظار بطبيعة الحال. ملحوظة. اه ليا مهمة كذلك. يدع المترشيحين زيارة البوابة الالكترونية. داريك سكنت تزوروا هديك البوابة الالكترونية بصفة منطدية وطبيعة الحال باش انكم تطلعوا على جميع المعلومات وانكم تعرفوا جميع الاجراءات المتعلقة بالترشيح ومبارات الولوج وكذا اجراءة تعيين ديال المترشيحين المقبلين وتجي العيم النهائي في المدارس بطبيعة الحال. هاتشي ديجار شرحت لكم. وما تنسوش كذلك انكم تبقوا تدخلوا بوابة الالكترونية ديال طفين بوايم او لا تدخلوا كذلك للمواقع الالكترونية ديال المدارس الوطني التجارة وتسير باش تعرفوا معلومات اضافية وقناة سلسة اللقاء من الموجه كذلك. فيا دائما وابدنا نراها الاشارة ديالكم باش اننا نجاوبوها على الاسئلة اللي كتطرحوا بخصوص الموضوع اصدقائي. لذلك حاولوا انكم تتبعوا معنا جميع الفيديوهات اللي كان حطونيكم. وهاتشي دي كان تقريبا هناك تلقاوا من جموعة ديال المعلومات والعناوية المتعلقة بالمدارس الوطني التجارة وتسير. هنا كلها مدرسة راتبعها بطبيعة الحل الواحد للجامعة وهناك تلقاوا بطبيعة الحل العنوة البريدية لهم وكذلك كتلقاوا المواقع الالكترونية بطبيعة الحل ديال كلها مدرسة. واسمحوا ليها رائيت بزاف هارو الظلال عادي مرا قوت في هذا الفيديو ولكن اسمحوا ليها انا حاولت فقط غير باش اني نعاونكم باش اني نساعدكم بطبيعة الحل باش في لقاء اخر ان شاء الله تعالى دمتم في رعاية الله وحفظه اصدقائي وما تنسوش كذلك انكم تبارتجوا بالقناة مع الاصدقائي ديالكم وانكم تابونوا باش تفعلوا زر ديالجلس باش انكم توصدوا بجديد الفيديوهات تحياتي اليكم اصدقائي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا